الزيت غالي فقلت لازم اتصرف اتجننت واختراعت بطاطس الغلابة احلم اللحمة والفراخ اختراع لأول مرة على جميع المنصات هتشوفيه في حياتك على طول رحت ايما كده متشطرة وجابة بطاطساية وسميت الله وروحت مقشرة البطاطساية بالطريقة دي صلوا على النبي علشان نقود السواب والحسنات سوا لقيت بقى عندي في درجة طلاجة ارنفلفل اخدر وكمان ارنشط حامي اخدر وارنشط حامي احمر رحت مقطعهم وبدأت اجهز الحاجة بتاعتي جبت حوالي 6 فصوصتهم قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم بالطريقة دي يلا بقى بينا نبدأ الوصفة على طول اول حاجة غسلت الخضار ده وروحت جايبها البطاطساية وبدأت ان انا اقطعها اول حاجة للشرايح بالطريقة دي صلوا على النبي يا جماعة ودعموني بالاشتراك في قناتي والاكلة ديت لاول مرة في حياتك هتشوفيها بس هتدمينيها احنا عارفين الاسعار بقت غالية دلوقتي وابنه بقى عايزين نفتكس اي اكلة ودي بقى انا عايزة اقولك هتدمينيها هتاكليها احلى من اللحمة ومن الفراق وهتدخلي وهتقولي يا اسراء انا جربتها عجبتني جدا بس بقى تنسيني بقى في التعليق الحلو اللي زيك واللايك وروحت جايبها بقى البطاطس وبدأت ان انا اعملها بالطريقة دي اقطعها صوابع دي اكلتي يا جماعة من سنين السنين في الازمات بحب اعملها جدا جدا ومش هتلاقي حد عارفها قليل جدا اللي بيعملها بنفس التكات دي او بالطريقة دي هنعملها بطريقة حلوة اوي او العشاء البطاطس هتدمينيها بقى فطار وغدى وعشا وهتقولي بقى ودعا الغلاي الاسعار وبطوع اللحمة والفراخ هيقفلوا اصلا غسلتها وروح تجايبها نص معلقة من الكمون على نص معلقة من الفلفل الاصمر واللي هم دول اللي 11 بهار وروح تحطيت لو ما عندكيش بقى البهارات دي تقدر تستخدمي بمكعب مرأة بدلها وحاجة كده على حرف المعلقة من الكركم ونص معلقة من البصل البودر ماينفعش خالص نستخدم البصل العادي لازم بودر لو ما عندكيش عادي قلبي بقى بالمعلقة او بدأ ان انت ايه تقلبي بايدكي علشان كل بطاطسية مندي تتغلف كويس هنحط زيت على النار مستهام نحن لازم نوفر بقى الاسعار غلي وعبالما الزيتي يسخر روح تمقطع الشطة على الحمية انا عايز اقولك صنية البطاطس دي هتاكلي صوابعك وراحة اما بتتعامل يا جماعة كده رحيتها بتقلب الدنيا بطريقة معينة وهاتي بقى العيش السخن بقى ودعيلي لها تحمريها في زيت ولا هتعمليها بطماطم ولا هتحتاجي تشتري فراخ ولحم اجربيها بس وانت هتلاقي نفسك كل شوية اي ما تعمليها وهنقطع بقى قرن الفلفل الاخدر وقتصادية بحبيت بطاطس واحدة كبيرة هتعملي كل ده او بحبيتين صغيرين على قد بقى افراد الاسرة نفيش احلى من البطاطس وارخص من البطاطس وبالطريقة دي بقى هتبقى اطعم اللحمة والفراخ ورحت بقى راجع للي على طول الزيت كان سخن نزلت بالتوم وهبدأ بقى ان انا قلب التوم وهسيبه لحد ما ياخد اللون اللي هو الدهب الفاتح عايز اقولك ان صنية البطاطس ديت انا معلمها الناس كتير من زميلي وبيعملوها وبيدعولي يعني بقى وبيعتمدوها دلوقتي في بيتهم فقلت بقى انا مش هبخل على المتابعين بتوعه خصوصا في غلاء الاسعار اللي احنا فيه ده اه وربنا يسطر بقى المهم هقلب لحد ما ياخد اللون الدهبي وننزل بقى بالشطة الحامية والفلفل الاخضر ونقلب نقلب نقلب بصوية حلوية تانية تبقى حامية كده مش هتشطة اه مش عايزة تحط شطة حامية عادي وهنفضل بقى نقلب كده علشان الشطة تغض لون بقى مع التوم بالطريقة دي انا عايزة كنت تطلعوا الاكلة دي تريند نوصلها لأكبر عدد ممكن علشان الناس تاكلوا تستمتع بقى ومحدش يشيل هام الفراخ واللحمة اه على فكرة بقى زمان اصلا قدوا بياكلوا بياكلوا الاكل الحلو ده بس احنا لنسناد الوقت وبقى كلها مننا نعمل اكلة سريعة فدي سريعة وكمان موفرة وكمان من ريحة الزمن الجميل هنجيب بقى بعد ما نخمر التوم لازم تعمليها بالتاكات والحرقات دي لسه في اضافات هنضيفها هتفضل تقليبي 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 المدة 3 دقايق بصبر كده لحد ما تحس ان البطاطس كلها خدت لون كده او ان الريحة بقى بدأت ايه تهفف تملى الشقة وننزل بنص معلقة من الملح وبرضو قليبي قليبي كده المدة دقيقتين وشم بقى الريحة ريحتها يا جماعة فضيعة 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 اكتبوا لي بقى بسراعة في الكومنتاب بتتبعوني منين وطلعوا الاكلة دي ترين علشان الاكلة دي هترحمنا شوية من الفراخ واللحمة الغالهين والناس اللي بتشتكي من غلاء الاسعار جربوا الاكلة دي هتدعوه لي وهفضل اقلب 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 لحد ما حس ان ايه ان الصانية كده بدأ ايه البطاطس تبدلها لون كمان اول ما توصل المرحلة دي اعرفوا ان البطاطس دي بقى ريحتها هتوصل لاخر الشارع مش هتقلب الشقة مية مغلية ولازم تكون مغلية وتنزلي بحوالي نصف كباية من المية واقلبي بقى بصوا عايز اقولكو انا بعملها يعني الريحة رهيبة عايز اكل جميلة بجد وهنقلب لو عندك اطفال على فكرة هيحبوها وهيحبوها مش شطشطة كمان بس تقللي الشطة شوي انا علشان اصلا مدمنة شطة بحب الشطة جدا يعني وهنقلب وهنسيبها تاخد غلوتين بالضبط من غير ما نغطيها لسه فيه تكات واسرار هنعرفها علشان انتي هتاكل صوابك بعد الاكلة دي بعد الشر طبعا بالهنا والشفاء على قلبكم اللي هيعملها ويقولها يا رب وبعد بتقود غلوتين هنبدأ بقى نجيب الغطة الحلوة بتاعنا ونغطيها ونهدي النار ونسيبها لمدة 3 دقيق بالضبط وبعد 3 دقيق بقى يغتير رحة قلبها الشقة بس كده لا 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 ده لسه فيه تكات واسرار كده خلاص بقى هنعمل بقى ايه هنجيب بقى عندنا كتعة جبنة تور كبشوريها عندك متسرين للا عندك حطيه ما عندكش ما تحطيش عادي يعني وبعد كده هنقفل النار وندخلها تحت الشواية في الفرن ونشغل الفرن من تحته والفوق ونسيبها لمدة ربع ساعة بالضبط عايزة واقف تصوير واكل بس انا شكل كده هاكل وانا بصور عايزة اقول لكم بقى الريحة فظيعة شفت بقى اما نزلت ودخلت الفرن ونزلت تحت الشواية لونها بقى اعمل ازاي شفت الصوس اللي تحت ده حاجة كده لا 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 رهيبة رهيبة لا تقول لي بقى لحمة ولا فراخ ولا فلو وفلافل ولا معرفش ايه جربي الاكلة دي وقول لي ودعا لغلاء الاسعار بس انا واسقا بازن الله طبعا انتي لو عملتيها هتدمينيها بس بقى كل ما تعمليها اقول لي ايه بطاطس اسراء فاتحي يا اه ودخل لي كده قناتي وشوفي افكاري واتغطي لي لايق وشير واشتركي في قناتي وشيري الاكلة الحلوة دي ويا صحابك وحبيبك علشان نقول ودعا لغلاء الزيت ودعا لغلاء الاسعار شايفة شكل البطاطس لا تقول لي بطاطس مقلية ولا تقول لي بطاطس صنية هي دقيقة البطاطس بتاعة اسراء فاتحي وبس رهيبة انا بقى ايه جبت رغيف عيش وقلت يا بيت تقولي بقى وانتي بتصوري رهيبة اجربوها واكتبولي رأيكم بكل استراحة في الكومنتات وقولي ودعا لغلاء الاسعار انا عايزة اقولك ان انا او قاب بقى طبخة لحمة او فراخ قصما بالله ما باكل وبعمل الصنية دي واكلها لان انا منعشاء الحاجات المشطشطة والحاجات اللي هي ايه تحسها ما بقيتش موجودة دلوقت صعب لما تلاقي احد بيعملها الحاجات اللي كاب بتتعامل زمان بتكات وريحة الاكل تجيب لاخر الشارع ده انا سيدي الله يرحمها كان عليها دقيقة بامية ريحتها تجيب من الشارع اللي بعد الشارع فانرجع بقى للأكلات الحلوة دي وما تشلوش هم خالص بكرة الدنيا تروق وتحلو وما تزهقوش نفسكم من غلاء الاسعار وكلوا بطاطس بقى من اللي انا عاملها ديت وادعوا لي جربوها ولو عجبتكم اشتركوا في قناتي وخلوا صارية البطاطس دي تطلع ترند 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 بحبكم جدا في الله لايك وشير ولما تشتركوا في قناتي فعالوا زر الجرس علشان يوصلوكم مني اشعار بكل جديد زي ما انتو عارفين انا قناة طبخه وقناة تدبير منزلية انا بعمل الاتنين اي حد عايز اي وصفة او اي حاجة يكتبلي بس في الكومنتات وهرد عليه باذن الله بس زي ما قلتلكم ياريت تطلعوني ترند وتطلعوني الاكلة دي بالاخص ترند علشان نساعد الناس اللي بتشتكي من غلاء الاسعار ونرجع اكلات الزمن الجميل مرة تانية بحبكم جدا في الله لايك وشير واشتركوا في قناتي اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم اه واجربوا البطاطس ترند بطاطس الغالبة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله